اعزائي مستمعي راديو ظهرة العرب اهلا بكم معنا والنشرة الطبية وهذا اللقاء مع الاستاذة الدكتورة ساميرا عزة وكيل معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة مستمعي راديو ظهرة ساميرا عزة وكيل معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية اليوم نتحدث عن حاجة بخص كورونا المساعدات كوفيد 19 وهو ارتداء الماسك انا كنت قبل كده نزلت بيتي وعن ارتداء الماسك من خلال تعليمات النظام السحر العالمية التعليمات كانت بتقول ان هو ممنوع استخدام لبس الماسك الا في حالفين اتنين فقط لو انا مريض عندي اعراض زي الحرارة الزوكان الكحة العاص او لو انا بعد ذلك بشخص مريض ده طبعا احنا متكلم للمقاطم العادي ممتكلمش لأعضاء المريض المنظمة السحر العالمية لسه بتقول نفس التعليمات لكن فيه مموظمات اخرى زي مموظمة العزلة في الولايات المتحدة وفيه مموظمة في الاتحاد الاوروبي بدي يقولوا لو الناس هتبتدي تنزل الشارع لازم يبسوا ماسك بس هم خبتين شهوط لبس الماسك اول حاجة هم قالهم هو يفضل انه يكون ماسك مصنوم من الكوماش او احنا شارعينه بس هو ماشي ليس الماسك المخصص لأعضاء الخريق التفلي لان دولار الماسك المخصص لأعضاء الخريق التفلي فيه ندرة ومش موجود ثاني حاجة قالوها ان هو لو هنلبسوا لازم ناخد بالنا قوي ان احنا ما نلبسوش وان احنا ماسكينه وان احنا افضل ما نلبسوه نقصي ايدينا كويس قوي سواء بالماء يصدود او بعين مطهر عندي وان انا برضو لو هقلعوا لازم انا بقلعوا انتي مجلش على الجزء الامر هو ايه فايدة الماسك؟ هما ليه قالوها اول حاجة لازم نبقى عارفة انا لو لابست الماسك انا مش رحمل نفسي خاصة انا المبلغمس الماسك بحني غيري يعني لو انا عندي عائلين وليسه مظاهرتش علي اعراض انا مش هادي الحوالات يبقى لابس الماسك مش عشان احمل نفسي ده علشان احمل حوالاتي يبقى علشان كده علشان يبقى فعلا لابس الماسك لازم الكل الابتمع يبقى لابسه علشان كده البلاد دي هي انبيتا وأوروبا عاملين تعليمات مشددة ان محدش هيقرب الا بلبس الماسك لكن لو انا ماشي في الشارع الوحدي او في مكان زحمة او رجب الماسك وولادها ماسك ومتخيلة ان انا كده بحني نفسي الكلام ده مش صحيح انا مش فحي من نفسي يبقى عايزين ان احنا مطابقين هتبقى فى علمات غريبة ان اي حد هيخرج لازم لابس ماسك علشان نعمل حماية مجتمعية يبقى فى السعاية دي يبقى لازم انتزم بلبس الماسك سواء اللي هيبقى متوفر بقى سواء الماسك الازرع او الماسك او الماسك نعصناه في البيت ولازم زي ما قلنا ننتزم بطريقة اللابسه ده الماسك الصحيح والسلام عليكم ومعرحبكم موسيقى